يعملون في واحدة من أخطر المهن وأكثرها أهمية لسلامة المجتمع ويحصلون في الوقت ذاته على القليل من المال والقليل من التقدير والكثير من الإصابات ومنذ أشهر لم يحصلوا على رواتبهم الزهيدة أصلاً بدور فرحان وعلي سيف يحكياني جانباً من قصتهما في الفيلم التالي نسابع ومن ثم نعود يعني ما حصرني من المحلات من الدكاكين نأكل بقوها لنا لمعوشات لا رواتب ولا معانا أي حاجة اللي تقوم وبناو اللي تنهضيحنا شلو أختي عندي أطفال ثمانية وقسماً بالله حالتي صعبة الآن نحن نعاني من شدة الفقر بالدات احنا هذه الشريحة المهمشين احنا معذبين من الرواتب من العيشة من منازلنا اهو قدام عينكم هذا منازلنا هذا منزلي الآن اللي عشنا هذا منزلي البسيط اللي أنا عيش في به أنا أولادي هو قدامكم أسرتي أنا ليا موظف ستة عشر سنة موظف وراتبي سبعة سبعة وعشرين والآن احنا بلا رواتب ما نحصلش رواتب أنا الآن نناشد نناشد رواتبنا نناشد السلطة المحلية الذي هم يعرقلون برواتبنا بمستحقاتنا وينظروا لينا بالأسواء رواتبنا لحد الآن مهمنا مقبلة السلطة المحلية وعدانهم يقولون عدان لحد الآن في بمشاكل والسلطة المحلية هي اللي الآن اللي تلعب دور في البلاد وإحنا لحد الآن ما زل والله العظيم إن نحن راتبنا سبعة وعشرين ألف ما يكفي حق علاج الطفل متوقف له كثير راتبنا على ما استلمنا قبل العيد بس لالآن ما عنا نستلمش وراتبنا اللي نستلمه كله إذا استلمنا فقأه ندفعه كله ديون اللي ندين به اللي نصعف به قهالنا اللي نأكل به اللي نداوي به نشتري علاقات معي يا خالتي معك داخل تعبان عندي قلطة عندي سبعة وعشرين ألف لحد الآن أقسم بالله ما يكفي ومصارف مدرسة هذه عيشتنا شوف كيف هيا كيفين حنا الآن والآن أنا موظف لي 16 سنة من 2002 لا أحصل على الوظيفة الرسمية كيف أعمال يعني أصبر على الله هذه ها وهذه قبل الخمس يام كانين شموتين عليها وني كمدلين بس بماء درت الحارة كل يدور 2000 سلاف شسعفين ما حصلت في عمال الآن متعاقدين في معانا كيبرسين اللي يهم سموهم لا حد الآن لا يستلمش رواتب لا حد الآن كيبرسين اللي يسموهم وإحنا رواتبنا موقفة من مدة ثمانية أشهر معانا زيادة نزلت من المشير على مخامة عبد الربو لا حد الآن ما حصلناش عليها من قبل لنا على ستة أشهر لما نزل شهر أربعة شوف موظفين الدولة كلهم استلموا رواتبهم لحد إحنا أما النظاف ما استلمناش نضرب على حقوقنا ما تقلّ لبضراب ما تقلّ لبتعاب ما تقلّ لقخرق روحنا كل ما تأزّم الوضع علينا نخرج نفعل إضراب عشان حقوقنا وما نحصلوش يخضعوا إن إحنا وكذبوا علينا إحنا نضرب عشان مستحقاتناهم اللي يتحملوا الضربات والله إحنا نستأسب من المواطنين والله إحنا نقولوا إن إحنا عملاء إحنا عاش نشي نخرب وطن إحنا والله مستعدين نشتغل الليل ونهار بس الآن هم السلطة المحلية اللي يتحمل الوكلة اللي يتحملوا التكاليف للضرابات هذه إحنا نناشد عشان رواتبنا أنا لو أدي لي راتبي أنا وزميلي بان نشتغل إحنا مستعدين نشتغل من أقل وطن من أقل تعز بان نشتغل بس إحنا نشي رواتبنا لحد الآن اللي ما نحصش عليها ولا في زيادات ولا في معاشات معنا هي كان المكافأة اللي كانوا يسمونها بدل غدا قطعوها واللي كانوا يسموها بدل الحوافظ حق القمعة والخميس ما نحصش عليها والآن هم قاسوا يتعامسوا إحنا لقيانا نتكلم على حقنا يقولوا أنتم إيش أساس أنتم يعلموكم الحوافظة وإلي يعلموكم نص آخرين إحنا والله ما نحاج يعلم إحنا إحنا بس مطالبين حق مطالبين بحق رواتبنا نشي رواتبنا لحد الآن ما يوصلش رواتبنا لنا حق ثمانية شهور ما نستلمش إبصار كيف هم أطفالنا لحد الآن منتظر مننا مصاري في مدرسة يروحوا يدرسوا والله لحد الآن ملقيمين يمتلك شي والآن نستغل ما يسموه بالأسابيع اللي نشتغل به لا حد الآن لنا أربع أسابيع ما نحصل شي هم هم السبب الإضرابات اللي يسمبوا والله حلا نقول بحق الله إحنا نضرب عشان مستحقاتنا أطفالنا إحنا معنا أطفال معنا أولاد إحنا متزوجين معنا نسوان إحنا إيش وين نروح إحنا والله إنهم أطفالنا يخرجوا يتسوألون بالشوارع من شان الخبر هذا عشان لقمة عيشهم إيش المبرر من السبب المحلية ولا من الحكومة حقنا من الشرعية لا حد الآن إكرامية حصلنا مرة وحدة قبل ست سنين حصلنا كرامية مرة وحدة والآن قطعنا علينا قالوا شقوقوا لنا زيادة زيادة ما عندلناش مراعين للزيادة ذي نحصلنيش من قز الموظفين الحكوميين ما بوش معنا زادوا ضيّعوا لنا الرواتب حقنا الوضع يوصلوا حنا هم حقنا القادة والمدرة وحقنا المسؤولين اللي خلوا حنا نشحة والله والله إحنا ناشون شرفاء إحنا صحاب وطن إحنا نستيعش اللي يتكفل بأطفالنا وأسرتنا بالقمة العيش لا حد الآن يبصروا حتى منازلونا كيف هي المعذبين إحنا بمنازلونا أهي الحكومة الآن لحد الآن لا شيء يعمله أنا موظف رسمي بسندوق نظام التحسين لا أحصل على منزل سع الناس أطفالي المطار أرقد أنا بيش بعض الحين بيش براء وأطفالي يرقدوا داخل أرقدهم والله العظيم إنهم على واحد واحد يرسوم صار هذا منزلي هو لحد الآن أنت بصر منزلي سكني دا إذا مطار ينزل كله تحتي وتحت قهالي وشوف والحمد الذي إحنا عايشين بفضل الله ما نقدرش أقسم بالله نصرف بي 27 ألف الكيلو الطماط بـ 800 طيب لو قلت تشي تأكل بيتك طيب بيتك يشتو حب ديقاك بي 3 أب 4 ألف أيش المانع لي بتدلهم يعني 27 ألف كيف قصدها من أول الشهر لآخر الشهر والله أقول لك إن 27 ألف هذه مصرف واحد من مسؤولين مصرف ابنه اللي خرق فرح يروح الدكان وأنا أنا السليمو السبا والعجرين اللي فراتي بابا وأنا أصرف على أسره ثمانية أطفال وعادل أو معي واحد يرضع أنا طالبة أصلح بيتي أشتصلح بيتي أكون مستقبلين ستر عيالي ببطارية بلوح من قز الناس بشاشة يعني إحنا وضعنا خاص وضع بناتلة دخلين عند القيران والله يقين قانب كين ونتحمل نحن نشغل نحن نحب وطننا نحن من أجل تعز بس فيه الأشي اللي يسرقوا حنا آدم المسؤولين يسرقوا حنا بوضوح يعني لما يجي واحد طالب بحقه يا أخي يسببك أنك مخرب يقولوا أنك أنت من نظام السابق أقول لأنت حوثي أنت من نظام السابق أقول لأنت حوثي أنا طالب بطالب أنا رأت بي 27 ألف طالب ولا حد الآن ما وصلش إحنا والله ما إحنا دورة من اللي هو يندي لنا حقوقنا ومن اللي يندي لنا رواتبنا لا رئاسة ولا ولا سلطة محلية ولا حكومة ولا حد ناشد إحنا وإحنا عمى النظافة من زمن ننظفهن إحنا نظاما والله العظيم الوقفات وقفنا أكثر من الآن من مدة سنة كله نحن نخرج إحنا المهمشين الآن في معانا والله العظيم بالبيوت معانا ناس أمراض ومعهم أمراض مزمينة لا حد الآن ما يمن لك الحبات الدواء أمراض مزمينة ما يمن لك الحبات الدواء هو مراعي للراتب لو كم لهم الراتب سنة ثمانية شهور يجيدي لك 27 ألف لا حد الآن والله العظيم في ناس أمراض الناس أمراض مئات الموظفين مسؤولون عن نظافة مدينة يسكنها مئات الألاف ويعينون آلاف الأطفال بينهم المرضى والمسنون وذبوا الاحتياجات الخاصة ويعدون من أشد فئات المجتمع ضعفا واحتياجا للدعم والمساندة حتى في الأوقات العادية ومع ذلك تقطع رواتبهم الزهيدة ويتركونا لمعاناة الفقر والفاقة من المسؤول عن هذه الكارثة وما هي الحقوق المنتهكة لهذه الفئة وكيف يمكن مساعدتهم على انتزاع حقوقهم هذه الأسئلة موضوع حديثنا مع المحام والناشط الحقوقي علي أسراري مرحبا بك معنا سيد علي أسعد الله بالخير أوقاتكم قناة بلقيس وأستاذ المشاهدين الحرام بك اليوم نتحدث عن موظفي صندوق النظافة والتحصين حسب معلوماتك منذ متى انقطعت رواتبهم وبالتالي من هي الجهة المسؤولة عن انقطاع هذه الرواتب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية هناك دعوات كانت هناك دعوات للخروج بمسيرات للاعتراض على الإقراءات التعسفية وعلى انقطاع الرواتب وصدرت بيانات من المتظاهرين والمحسوبين على صندوق النظافة والتحصين من عمال ومن متعاقدين دعا بيان صادر عن التظاهرة دعا السلطة المحلية بالمحافظة بصرف الزيادات المعتمدة بقرار من رئيس الوزراء في شهر ستمبر 2018 واعتماد التأمين التقاعدي لبقية عمال النظافة بالمشروع والفروع الثانوية والديوان والمجالس المحلية والذين لم يؤمن عليهم منذ أكثر من 15 عام شدد البيان على ضرورة اعتماد صرف العلاوات والترقيات السنوية لكافة عمال وموظفي صندوق النظافة وفقا لقانون الخدمة المدنية والآيحتي التنفيذية كما طالب البيان بتثبيت المتعاقدين بالصندوق ومشروع النظافة وتسوية مرتبات كافة العاملين بالصندوق أسوة بموظفي صندوق النظافة العاملين في محافظة عدن وأشار البيان إلى أن رواتب موظفي صندوق النظافة في محافظة تعز لا تزيد عن 27 ألف ريال فيما تصل رواتب العاملين في النظافة بمحافظة عدن إلى 60 ألف ريال وحذر البيان من أي أضرار بيئية قد تلحق بسكان المدينة نتيجة توقف عمال النظافة عن العمل وهدد عمال النظاف بالإضراب الشامل على العموم هناك حيثة من الفساد وهناك لوبي يتحكم باتخاذ القرار في الإدارة العامة لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة التعز ليس من الآن ولكن من فترات سابقة من قبل الحرب هناك متعاقدين منذ أكثر من 16 سنة 16 عام لم يحصلوا على الرواتب التي تؤهلهم للعيش ومواقهة الظروف الصعبة المتعاقدين هناك معظمهم خريقين جامعات ولديهم شهادات عليا يتقاضون رواتب 21 ألف يعني يستحيل واحد أن يقول أن هذا راتب 21 ألف لخريق جامعة ليسنس حقوق مثلا أو ماجستير كما أن هناك معلومات مؤكدة تقول بأن هناك خطة لتطفيش وإفشال عمل الصندوق للتعاقد مع شركات خاصة والمعلومات تقول أن هناك ثلاث شركات تسعى في هذا الموضوع عمار النظافة في محافظة التعز والذين لا يتقاوز عددهم 1313 عامل كذلك عدد المتعاقدين الذين عددهم لا يتقاوز عن 1159 موظف هؤلاء متعاقدين وقد مرت عشرات السنين بدون تسوية رواتبهم وبدون تثبيتهم كبقية الموظفين والآن لهم أكثر من 6 أشهر بدون رواتب ميليشيا الحوثي في بداية الحرب صادرت رواتب الموظفين بشكل عام لتأتي هذه الفئة الآن والتي تتحكم باتخاذ القرار في محافظة التعز وبالاشتراك مع وزارة المالية ومع نائب وزير المالية في انقطاع الرواتب وبدون أي مبرر قانوني مع العلم بأن الميزانية تسمح وبما أن هناك الآن حاليا قد تحسنت ظروف الموارد والإيرادات في الصندوق وهناك بند قانوني في وزارة المالية يسمح بصرف الرواتب للهيئات الاقتصادية في المحافظات المحررة وغيرها عموما قانون التأمينات والمعاشات رقم خمسة لسنة 95 والمعدل بالقانون رقم 25 لعام 97 قد ضمن لهؤلاء الموظفين حقوقهم كذلك قانون الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية وقانون الوظائف والأقور والمرتبات رقم 43 لعام 2005 من الميلاد وقانون العمل نعم قانون الوظائف والأقور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005 في المادة هنا يؤكد في المادة 3 في الفقر حاء بأنه يهدف هذا القانون إلى رفع الحد الأدنى للأقور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر أما الآن مع انقطاع الرواتب لهؤلاء العمال والمسحوقين والمسحوق أسرهم والذين تحولوا الآن إلى متسولين وهناك حالات صعبة أنا شاهدتهم بأم عيني هناك حالة هناك من فقدوا عقولهم بسبب تردي أوضاعهم الاقتصادية هناك من فكر بالانتحار هؤلاء يعولون أسر وهناك من أخرجوهم من المنازل بسبب عدم تسديد إيقارات المنازل لأنه لا يجد مصدر رزق سوى ذلك الراتب الضئيل الذي يتقاضاه من صندوق النظافة والتحسين نعم سيد علي تحدثنا أن العمال قاموا بإضراب السلطة المحلية داخل مدينة تعيس كيف تعاملت مع هذا الإضراب وماذا كان ردها لهؤلاء العمال يحزينني أن أقول بأن محافظة المحافظة هو المسؤول الأول والذي لم يتعاون ولم يثيره هذا الوضع المأساوي لعمال النظافة والمتعاقدين والمسؤولين على النظافة في محافظة تعز محافظة تعز تتأمر عليه ميليشيات الخارق ويتأمر عليه آكل رواتب الموظفين والمسحوقين في الداخل هؤلاء يكملون مشروع الحوثي وأنا أعتقد أن هناك تنسيق في ذلك في سحق هؤلاء الموظفين وفي إفشال الأداء في المناطق المحررة ومنها محافظة تعز محافظة تعز كل ما بدأت تتعافى نجد مثل هؤلاء يقومون بإفشال تلك الإقراءات يقومون بقطع الرواتب التي لا يوجد مبرر في العالم ولا في أي قانون يحرمهم من رواتبهم ومن حقوقهم استنادا للقانون وكذلك حتى الوزير المختص وحتى رئيس الوحدة الإدارية المختص ملزمون بتنفيذ القرارات الوزارية والقرارات الإدارية التي هي في صالح الموظف وفي صالح العامل نستند للقانون مثلا في المادة 38 الفقرة يحدد الحد الأدنى للأقور بمبلغ لا يقل عن 20 ألف ريال ابتداء من تاريخ سدور هذا القانون ويراعي مستقبلا نتائج مسح ميزانية الأسرة وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم يعني الراتب مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه هذا العامل وهذا الموظف فكلما إذا تردت الأوضاع الاقتصادية وإذا ارتفعت الأسعار مثلا بالمقابل يتم رفع زيادة هذا الراتب لكن عند انقطاع الرواتب ماذا نقول هذا انتهاك وهذه قريمة لا تسقط بالتقادم في المادة 9 الفقرة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يقول إعادة النظر في قدوة الوظائف والرواتب والعلاوات وتعديله كلما اقتضت الضرورة وذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشة وبما يتلاءم والسياسات الاقتصادية للدولة يعني مرتبط بالوضع الاقتصادي ووضع هذا الموظف الاقتصادي ومواقهته لأعباء الحياة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في الفقرة ألف يكون كل وزير مسؤولا عن سلامة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية وتحقيق أغراضها في إطار وزارته والوحدات الإدارية المرتبطة به كذلك في الفقرة با يكون رئيس كل وحدة إدارية مسؤولا أمام الوزير المختص عن سلامة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية وتحقيق أغراضها في نطاق الوحدة الإدارية التي يترأسها بمعنى أن هناك قوانين وهناك قرارات ملزم ذلك الوزير ورئيس الوحدة الإدارية بتنفيذها بمعنى أنه إذا لم ينفذها فهو مساءل أمام القانون هناك قريمة ترتكب بحق عمال النظافة في محافظة تعز وهذا الأمر متعمد ومرتب له ومرتب أن تعيش مدينة تعز في فوضى عارمة وخاصة فيما يخص النظافة والأوبئة التي تعيش في تلك القمامة التي تتربع في وسط أحياء وشوارع تعز الرئيسية هذه مؤامرة على تعز من الخارج ومن الداخل من الميليشيا المتربصة بالمدينة ومن يتعاونون معهم في تنفيذ سياستهم في حرمان الموظفين من رواتبهم هم لا يقلون عن ميليشيا الحوثي هي حرمت جميع موظفي مؤسسات الدولة والمكاتب التنفيذية من الرواتب وهذا يأتي لينفذ تلك السياسة كنت قد تحدثت عن أن هذه المهنة تحتوي على الكثير من المخاطر والأمراض التي قد تؤدي إلى إعاقات أو حتى تؤدي إلى الموت هل لهؤلاء العمال من تأمين صح يغطي نفقات علاجهم في حال إصابتهم بالأمراض أو حتى في حال خروجهم عن الخدمة هناك من يتوفون نتيجة لأداء عملهم بسبب إصابة في العمل ولا يوجد من يقدم لهم المساعدة لا يوجد تأمين لهم لهم أكثر من 15 سنة بدون تأمين وهذه كارثة هناك بطاقة تأمينية قطعت للبعض والبعض الآخر لم تقطع لهم والذين قطعت لهم لا يعلمون أين تذهب تلك الأموال التي تستقطع هذا إذا كان هناك رواتب لكن الآن مع انقطاع الرواتب ماذا يتحدث؟ عن ماذا سنتحدث؟ عامل النظافة يتعرض للخطر من تلك المواد قد تكون كيماوية قد تكون ناتجة عن مخلفات المستشفيات ومخلفات الشركة وهناك لا تحدى يتعرض لها هذا الموظف المسكين العامل المسحوق المغلوب على أمره والمقهور على أمره الذي لا يلاقي بدل العمل الذي يقدمه لتلك الدولة في رفع مخلفات وأوساق أولئك المسؤولين الذين يحرمونه من رواتبهم من الراتب هناك مواد خطرة يتعرض لها هذا الموظف هناك الأوبيئة التي انتشرت مؤخرا بسبب تراكم تلك المخلفات يتعرض لكن لا يوجد من يقوم بخدمته ومن يؤمنه يموت فتنتهي حياته وينقطع عمله وينقطع راتبه وتنقطع مستحقاته وهذا ما نشاهده منذ أن عرفنا صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز كما ذكرت لكم فإن صندوق النظافة لديه من اللوبيات ومن الحيتان ما يكفي لتدمير دولة بأكملها يجب إحالة كل من تورطوا في إيقاف رواتب عمال النظافة والمتعاقدين ويجب إحالة كل من تورطوا في عدم تثبيت موظفي ومتعاقدي صندوق النظافة والتحسين في الإدارة العامة وفي بقية الفروع يجب إحالتهم إلى التحقيق ويجب معرفة الأسباب التي تجعلهم يعرقلون كل المعاملات خاصة وأن تلك المعاملات قد بدأت ثم تنتهي إلى نقطة معينة فتعود إلى نقطة الصفر هناك لوبي لا يريد لهؤلاء المتعاقدين بأن يثبتوا يجب التحقيق في هذا الموضوع خطير هؤلاء المتعاقدين يعولون أسر وهذه الأسر ستضطر إلى الخروج للتسول بالنسبة للمنظمات الإغاثية داخل المدينة هل يحصل هؤلاء العمال على نصيب من هذه المساعدات وبالتالي أيضا هناك منظمات حقوقية لماذا لا تساعدهم هذه المنظمات في الحصول على حقوقهم ومطالبة الجهات المسؤولة بصرف رواتبهم لا تصل هذه المساعدات إلى هؤلاء العمال وإن وصلت فتخيلوا أنا أذكر أن هناك منظمة وزعت تمر تمر أعتقد قد كان مخزن بأسلوب غير قانوني وقد تعرض للإتلاف كل عمل يحصل على نسب كرتون من التمر حصلوا جزء معين ثم هذه المنظمة قطعت هذه المساعدات لا ندري ما هي الأسباب يعني الطابور منتظر لاستلام ذلك التمر فالنسب الطابور استلم والنسب الآخر لم يستلم هذا ضحك على الدقون وهذه مصادرة للحقوق العامل والموظف المتعاقد لديه راتب لماذا يتم نهب هذا الراتب لماذا لا يتم تسليم هذا الراتب والزيادة التي اعتمدت من رئاسة الوزراء لماذا لا توقع الترقيات ولا علاوات ولا يتم الاهتمام بهذا الموظف الذي عمله يعتبر حساس خاصة في صندوق النظافة والتحسين يجب إعادة النظر في من هم متولين صندوق النظافة والتحسين يجب مساءلة أولئك الذين هم في الوزارة إذا ما تحدثنا سيد علي عن المنظمات الحقوقية داخل المدينة لماذا لا تقوم بواجبها تجاه هذه الفئة المهمشة وأيضا من يعملون داخل صندوق النظافة والتحسين على الحصول على حقوقهم سواء بالتصعيد في الاحتجاجات حتى يجبر المسؤولون داخل هذه السلطة بتسليم حقوقهم وتسليم رواتبهم في البداية على المسؤول أن يقوم بواقبه بغض النظر عن أي قهود تقوم بالضغط عليه من أجل تسليم الراتب الراتب هو حق لكننا لا نشاهد حضور لهذه المنظمات الحقوقية المتواجدة منظمة الحقوقية قد ترصد فيما يخص هذه الفئة المنظمة الحقوقية قد ترصد وضع هذا الموظف المغلوب على أمره والمقهور وقد توثق تلك الحالات وتقوم بتسجيلها كانتهاكات كحرمان من الراتب لكن ماذا ستقدم يعني أعتقد إلى الآن لم تؤثر بهم تلك البيانات هؤلاء المسؤولين ولا تلك الحالات والحالة التي وصل بها موظف صندوق النظافة والتحسين هل لا يعتبرون محسوبين على هذه المحافظة؟ أولئك من يقومون بتنظيف هذه المدينة مدينة تعز معرضة لكارثة بإيا إذا استمر الإضراب واستمر حرمان هؤلاء الموظفين من حقوقهم يجب تثبيت المتعاقدين يجب النظر في ملفاتهم يجب مقارنتهم ببقية الموظفين في المحافظات المحررة نكتفي بهذا القادر أستاذ علي الصراري الناشط والحقوقي كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بالقيس على اليوتيوب علي سيف وبدور فرحان تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر